من غادروش الملف انتع إسبانيا والمغرب والجزائر وهنا صحيفة الموند الفرنسية قالت في تقرير نشراته أن الإلغاء يعني هذا التقرير طبعاً بناء على مصادر موثوقة يعني عندهم المصادر انتعهم في داخل العلبة نظام الحاكم في الجزائر قالت أن سبب إلغاء زيارة وزير الخارجي الإسباني إلى الجزائر يوم الأثنين الماضي في اللحظات الأخيرة يرجع بالأساس تقول صحيفة الموند الفرنسية إلى فشل الجزائر في إقناعه يعني إقناع وزير الخارجي الإسباني في إعلان موقف صريح تقول صحيفة الموند مخالف لموقف مدريد الخالي وهذا هو نفس الكلام اللي قلتها لكم عدة يعني بعدها تم التأجيل الزيارة الذي يدعم طبعاً سيادة المغرب على الصحراء الصحيفة الفرنسية نقلت عن مصادر جزائرية قال لها أن مسؤولين جزائريين كان لهم تحفظات بقصوص المواقف التي يعبر عنها وزير الخارجي الإسباني بشأن قضية الصحراء بخلاف حسب المصادر رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانسيز يعني هما دايماً يتكلموا على أن بيدرو سانسيز يعني ما يتكلمش مثل قصي مانويل الباريس مما أدى تقول صحيفة المموند إلى إلغاء زيارة وزير الخارجية الإسباني الذي رفض وهو نفس الكلام اللي قلتها لكم رفض توضيح الموقف أو رفض يعني بش يقول الكلام اللي حاب عصابة العسكر أنها تقولوا هما كانوا يحوسوا على كليمات كما قلت لكم يصرفوها للإعلام بش يبينوا على أن العودة عندها السفير الجزائري إلى مادريد كانت بسبب تغير موقف إسباني لكن الباريس ما بغاش يمشي معهم في هذه اللعبة وقالت للموند أن الباريس أعلن أن سبب إلغاء زيارة هو مشاكل في الجدولة من طرف الجزائر مشيرة تقول للموند إلى عدم تنفيذ هذه الزيارة سيعني أن العلاقات بين الجزائر وإسبانيا ستحافظان على مستوى منخفض من التطبيع لذل تمسك طبعا مادريد من موقفها الداعم لمغربية السحرة إلغاء زيارة الباريس الذي كان قد تم الإعلان عنه من طرف الجزائر وإسبانيا قلب لموعدها بأيام قد أتارت طبعا الكثير من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية ولكن الكلام اللي قالت للموند أكدت ما قلناه فيما سبق ويتبين على أن الأمور بقية يعني وما كانوا بغين يجيبوه باش يقول تصريح بعض الكلمات ويرجعوا معاهدة الصداقة التي تم توقيحها في أكتوبر 2002 ويبروا عودة السفير ويتبوه للأخر لكن هو ما بغاش يمشي معهم وهذا يأكد على أن الأمور ستبقى يعني على حالها لكن حبيت نوضح وهنا بعض الوسائل الإعلام التي تتحدث على هذا الملف يقول لك بل لي الجزائر قطعت علاقاتها مع إسبانيا أبدا لحد الساعة السفير الإسباني في العاصمة الجزائر متواجد ولم يغادر الجزائر الرغم هذه الأزمة التي اندلعت منذ مارس 2022 يعني أتمنى من الوسائل الإعلام باش يقول هذا ترديد كلمة قطعة العلاقات لا يوجد علاقات مقطوعة أو لم تقطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع إسبانيا هذا لا أسس له من السحر كان هناك سحب للسفير الجزائري من مادرين السفير الإسباني بالجزائر لم يغادر الجزائر والعلاقات الدبلوماسية قائمة فقط تم تعليق معاهدة الصداقة التي تم توقيحها في أكتوبر 2002 تم تعليق التجارة مع إسبانيا فقط في جانب يعني مشلق الغاز الغاز بيزنس خدام رغم هذه الأزمة ضمنت الجزائر أو هذه العصابة اللي تحكم الجزائر تدفق الغاز بشكل منتظم عبر خط الأنبوب اللي مار من بنصاف إلى أرميريا لم يتغير شيء اللي تغير هو أنه علقوا التجارة منعوا من المنتجات الإسبانية باش تدخل الجزائر لكن نهاية السنة تم إلغاء ذلك واستأنفت عمليات الاستراد المنتجات الإسبانية وبالتالي حبيت نوضح النقطة حتى لا يفهم البعض من أن الجزائر قطعت العلاقات الدبلوماسية مع إسبانيا هذا كلام لا أساس له من الصحة نمشو إلى موضوع آخر نمشو إلى موضوع طبعا آخر وهنا سننقل لكم التصريح أنت وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الذي تكلم على أن قطية الصحراء المغربية ما عادش مطروحة في جدول أعمال القمة الاتحاد الإفريقي هناك دولة واحدة التي تتكلمها هي الجزائر هي أصابة العسكر أما باقي الدول الإفريقية هي مهتمة بالمشاكل الحقيقية منتع القارة الإفريقية يو هنا نشارك معكم هذا الفيديو باش تشوفوا التصريح أنتع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة هون من مقر اتحاد الإفريقي اتفاق بسطر المغربية لم يكن مطروحة كما هي الان對زيو الخارجية وليس لم يكن مطروحة بشكل أساسي لم يكن من حتى من المشاكين الحقيقية القارات العامة ويجب أن يكون أحدثنا ويجب أن يكون أحدثنا أحدثنا ما هي المشاكل الحقيقية القارية بدل أننا نبقى في بعض المرحلة أخرى وفي اجترار بعض المواقف اللي عرفة عنها الزمن ولي اليوم القارة الإفريقية كنت شوف الأمام وبالتالي فهد هذه الثورة سواء تقارير اللي فرجها تقارير حول البطل والتالي، تقارير حول الجزء الأمن والسيم تقارير كلها خالية من أي إشارة وحتى انتقابات سواء ديال المئاسة ولا ديال المفوضين كنت كلها تسكد إلى المشاكل الحقيقية القارة ماشي المشاكل المصطنعة أو نزاعات المصطنعة التي تهدف فقط إلى فقط طريقة وإلى الهودة بنا إلى الوراء يا صحراء المغربي عرقم اسمعتوا التصريح أنت عوزير الخارجي المغربي يعني كي نريد أولا واحدة اللي تتكلم كي نريد عصابة العسكر اللي تتكلم أعلمين في الصحراء داخل الاتحاد الإفريقي ما تقول الإفريقية رأيها مقتانعة لا مجوريتي تاليبي أفريقيا مقتانعين بأن هذا الأمر تجاوزه الزمن وأن المشاكل الحقيقية تعد قارة الإفريقية هي التنمية، هي التعليم، هي الصحة، هي الديمقراطية هي مشكل اللي إذا تم القضاء عليها القارة تنتقل نقلة نوعية وتعيش شعوبها في رفاهية وازدهار ما هذه المسألة التي تحرص عليها عصابة العسكر؟ هذه مسألة أكل عليها الدهر والشارب وهي استوانة مشروخة استوانة مشروخة الناس قاعد ما راح تتحوز عليهم الآن يعني الدول الإفريقية إن شاء الله في المستقبل سيكتمل النصاب وقد يتم تغيير القانون الأساسي من تعلق الاتحاد الفريقي بما يعني يخلي هذه الجمهورية الوهمية يتم تردها أو تجميد عضويتها ويكون هناك شرط العضوية مرتبط بالعضوية في منظمة الأمم المتحدة حبيت نشارك معكم هذه الوتيقة السرية وهنا نقلا عن حساب الصديق محمد أفقير هنا تقرير سري للمخابرات الأمريكية هو نقلا عن مصادر المخابرات الفرنسية اللي طبعا يكشف ويفضح وكنا أسمقنا أننا قلنا هذا الكلام النظام الحاكم في الجزائر الذي يدعم الجماعات المسلحة في منطقة الساحل ويضرب طبعا المصالح المغربية في المنطقة وهنا نشارك معكم هذه الوتيقة كما ستلاحظون كما لكم عادي تشوفوا هنا هذه الوتيقة صادرة بتاريخ 18 وتيقة سرية تم الإفراج عنها من قبل المخابرات الأمريكية صادرة بتاريخ 18 يناير 2013 اللي يتكلم أو يفضح يفضح المخابرات إصابة العسكر وهو طبعا نسي محمد أفقير مشكورا قام بالترجمة وبما جاء فيها وبحسب مصادر مطلعة على المدرية العامة للأمن الخارجي الجزائرية اللي هي المخابرات الخارجية واللي يترأسها عاليا الجنرال جبارا هنا قال توصلت حكومة بوتفليقة إلى تفاهم سري هذا رقم تشوفوا بالكوشي باللون الأصفر إلى تفاهم سري للغاية مع بالمختار يعني بالمختار المعروف بالمختار باللعور هذا كله كان قام شغل أمير جماعة مسلحة بعد اختطاف القنصل الجزائري في غاو غاو اللي هي مدينة في مالي في أبريل 2012 وبموجب هذا الاتفاق ركز بالمختار عمليته في مالي وأحيانا بتشجيع من المدرية العامة للأمن الخارجي الجزائري يهاجم المصادر المغربية في الصحراء الغربية حيث للجزائري مطالبات إقليمية مثل ما جاء في هذه الوثيقة السرية التي سمحها بأن يخرجوها باش يطلع لها يعني هذه مرة أخرى أتأكد على أن هذه العصابة التي تحكم الجزائر يعني كما قلت إحنا درنا الخير في دول الساحة أنتم كنتوا طالقين عليهم جماعات مسلحة باش يتبقوا مضغطين عليهم وباش ما يروحوش يتاخدوا مواقف اللي تعتبروها ضد المواقف انتعكم خصوصا مسألة علاقاتهم مع المغرب ورقم شفتوا هذا المقال اللي يصدر على جريدة الخبر كيفاش هددوا الميجر من تطوير علاقاتها مع المغرب بعد طبعا زيارة الوزير الأول النيجيري إلى الريباط وهذه الوثيقة تكشف حقيقة هذه العصابة المجرمة التي توظف الإرهاب وكان كان عند هنية صادقة وتتعامل بمبدأ حسن الجوار مع جيران الجزائر ما توظفش الجماعات المسلحة من أجل حرب تريدها خفية هذه العصابة وتزرع الرعب في هذه الدول اللي عندها حدود طويلة تتجاوز الألفين ومئتين كيلومتر ممكن أن تخلموا على النيجر ومالي مجموعتين إذن مرة أخرى ينكشف أمر هذه العصابة هذه المجرمين هذه النظام القتال وكيفاش يرتاكب الجرائم ما هوش حقيق فقط حق الجزائرين بحق جيران الجزائر ترجمة نانسي قنقر